الله يعطيهم ألف عافية نحن جسدنا ثلاث معالم هامة للمراحل الدولة السعودية دعني أتكلم عن معلم مهم جدا ذو عمق تاريخي وكيان يعني له امتداده الأثري اللي هو قصر سلوى اللي بيظهر لنا الآن إن شاء الله يعني كرسم افتراضي بتقنية الهوليقرام نشوفه مع بعض وأبغى نحكي عن هذا القصر اللي هو احتضن لإمام محمد بن سعود وكذلك عامة الدولة السعودية الأولى طبعا قصر سلوى هو أبرز وأهم معالم الدولة السعودية الأولى بني في حي الطريف والذي بناه هو الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود كان ذلك بعد أن نقل مقر الحكم إلى حي الطريف التاريخي قصر سلوى قصر ضخم قصر عظيم قصر يعني يعطينا معاني كثيرا جدا من العمق والرسوخ في التاريخ قصر سلوى مساحته عشرة ألاف متر مرضى بناه الإمام عبد العزيز بنى وحدتين ثم أكمل الإمام سعود بن عبد العزيز بعد ذلك بناء سبع وحدات لهذا القصر القصر مقر الاستقبال الوفود في عدد الدولة السعودية الأولى القصر جزء منه يسكن به الإمام وأسرته طبعا القصر هو قصر الحكم في عدد الدولة السعودية الأولى في عصر الدولة نتكلم الآن الآن طبعا هذا القصر قصر سلوى يعني اللي قاعدين نشوفه حنا بتقنية ثلاثية الأبعاد الله أعطيهم الفعافية لزملاء حقيقة اللي أشكرهم أشكرهم على الفعلا العمل الاحترافي اللي قاعد يقدمون لنا زملائنا أبناء الوطن وهم قاعدين يحتفلون بوطنهم هذه تقنية ثلاثية الأبعاد لهذا القصر اللي الآن قاعد فعلا عمل كبير هيا التطوير اللي قاعدين يشتغلون على تطوير المنطقة بكامل وفعلا إعطاءها الأماكن بعدها وأهميتها كذلك يعني القصر أصبح أيقونة أيقونة تراثية من تاريخنا السعودي طبعا قد يتساءل أحد ما سبب التسمية من أين أتى هذا الاسم سلوى طبعا السلوى من الراحة كل من دخل القصر أحسب الراحة والطمأنينة والسلوى فيعني هنا سبب تسمية حذر